المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها روسيا تلوح بالردع النووي ردا على تزويد كييف في أسلحة متطورة أي مخاطر لاندفاعة الغرب الأطلسي نحو التصعيد إيران وفنزويل شراكة تلامس وحدة الاستراتيجيات أي وافاق ترسمها جبهة رافضي الهيمنة الأمريكية في إطار العقيدة النووية الروسية فإن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا يعني احتراق أوكرانيا بأكملها تحذير وجهه ديمتري ميدفيدف نائب رئيس مجلس الأمن الروسية الذي توعد بتوجيه مزيد من الضربات إلى كل أجزاء أوكرانيا التي ما زالت تحت حكم كييف إذا شنت هجوما على الأراضي الروسية ويشمل التهديد استخدام جميع ألواع الأسلحة بما فيها النووية اعتمادا على طبيعة التهديدات وأكد ميدفيدف أن الرد سيكون سريعا وصارما وحاسما حيث تسمح العقيدة النووية الروسية بتوجيه ضربة النووية بعد العدوان على روسيا الاتحادية بالأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا وأضاف أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرن فلن تكون هناك مفاوضات بل ضربات انتقامية مؤكدا أن استخدام الأسلحة البعيدة المدى لن يجبر موسكو على التفاوض مع كييف ورأى ميدفيدف أن واشنطن غير آبهة أو مهتمة بإنهاء الأزمة فيما باستطاعتها أنهاء الصراع بإشارة منها عبر أمر لأتباعها المخدرين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسب تعبيره مواقف تأتي غدا تأحدث خطوات الدعم الأطلسي لكييف التي تمثلت في إعلان البانتاجون حزمة مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها ملياري دولار فيما وافق الاتحاد الأوروبي على منح كييف حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو مشاهدينا حول هذه التصريحات والتطورات معنا مباشرة من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رولالد بيجاموف وسينضم إلينا بعد لحظات أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في واشنطن دكتور وليام لورانس سأبدأ معك سيد بيجاموف حول مبررات هذه التصريحات الصادرة من موسكو ما هو مبعث هذا الحزم والوضوح في التصريحات الصادرة من هناك؟ نامستس كمال هو طبعا رسالة المواجهة إلى الغرب كله بما في ذلك كييف ولكن قبل كل شيء الرسالة المواجهة إلى واشنطن ولندن وغيرها من العواصم الغربية وجاهدت تغذير في إطار المقابلة الذي أدل مدويدف اليوم لإخداث صحفيات في روسيا ولكن ربما هذا له الصلة المباشرة مع تصريحات المسؤولين الأوكرانيين في الأون الأخيرة حول الانتقال إلى الهجوم وأزمهم وصائهم لتحرير كامل أراضي أوكرانيا حتى يخدوط 1991 وبما في ذلك طبعا أراضي شبه جزيرة القرمة التي انضمت إلى روسيا بعد الاستفتاء في 2014 وبالتالي لوح مدويدف أن الرد سيكون صريا وحاسما ودقيقا والسؤال كان مباشرة رد على السؤال الذي كان يخص شبه جزيرة القرم وهذا مهم جدا لأن الأراضي الأخرى التي تطلق عليها اليوم في روسيا الأراضي الجديدة يعني وضعها لرغم أن إجراء الاستفتاء أو الاستفتاءات الشعوبية هناك هو ليث ثابت كما هو مقارنة بشبه جزيرة القرم أولا القرم كانت جزء من روسيا وكانت حديث من خرشوف ثانيا القرم بالفعل كان هناك الاستفتاء وعلى فكرة بعد ذلك تحدث السيد ميخايل بودلاك من الجانب الأوكراني قال نحن لا نبالي بتصريحات مدويدف وبعد ذلك كانت هناك تغريدة من مدويدف على تويتر أوضح مدويدف أن القرم هناك القانون الدولي ومدويدف على فكرة هو اختصاصي وخبير في الحقوق والقانون الدولي هو في إشارة الاستفتاء إلى الزيوجري هناك وهذه كانت إرادة شعب القرم فالذلك جزء من الأراضي الروسية دكتور بيجوموف هذه التصريحات والخطوط الحمراء التي رسمها مدويدف الصادرة من موسكو سواء كان فيما يتعلق منها باستهداف الأراضي الروسية أو شبه جزيرة للقرم ضمن الأراضي الروسية كذلك التهديد بأن كل أوكرانيا سوف تحترق إذا ما تم تجاوز هذه الخطوط والتلويح بالنوع الذي سنتحدث عنه بعد قليل هل تعتقد دكتور بأن هذه التصريحات هذه المواقف تشكل ردع هي للردع أو تشكل ردعا للولايات المتحدة وشركائها وطبعا الأوكرانيين من الإقدام على أي خطوة جديدة هل موسكو تتعمد هذه التصريحات من أجل الردع وليس للتصعيد أكيد أكيد لأنها بالفعل لا تريد التصعيد النووي وخاصة فيما يتعلق الإدعاء بأن موسكو ستستخدم السلاح التكتيكي النووي لا أبدا ما زالت مدينة كيف أم المدن الروسية تغذى بالقدسية في قلوب الروس وهذا لا يمكن تصوره استخدام السلاح التكتيكي النووي في مسلح هذه الأراضي ما الأخص في أن الاعتبار كل هذه المقاومات التاريخية والجغرافية ولكن بالفعل في روسيا هناك التيار الذي مزعج جدا وإذا وصلت الأمور إلى حرب نووية الناس يقولون وفي هذه الحالة يجب الضرب بالنووي على الأواصم الغربية بالفعل هناك المزاج لدي الشعب الروسي لأن العملية طالت وهناك طبعا يبدو أنها ستطول لسنتين طالتها وربما أكثر ولا يزال هناك الضغط الغربي وأصلا الأمل الماضي كان الأمل الانتقال من فترة المواجهة بين روسيا والقدب الأمريكي والانجلوسكسوني إلا فترة الحرب الحجينة التي تدور الراحة اليوم وربما نحن على وشك المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة لا سمح الله هي مرحلة حرب عالمية كونية وأيضا فيما يتعلق روسيا إذا حدثت إذا تطورت أمور في اتجاه ستكون ضربات على الأراضي الروسية بما في ذلك القرم والأراضي الجديدة والأراضي الروسية ولاحظوا الروس بأن هناك الخطر والتحديد لوجود الدولة الروسية ككيان سياسي وفي هذه الحالة ستستخدم روسيا جميع السليب ستقارب بجميع الوصائل هذا مقاله مدفيدف أيضا دكتور بيجاموف ويقول حسب مستوى التهديد سوف نتصرف ونقرر دكتور وليام لورانس من واشنطن أسعد الله مساءك تلقى زيلنيسكي والقيادة الأوكرانية وعودا بأنهم سوف يحصلون على أسلحة طويلة المدى بعيدة المدى أسلحة غربية هل تعتقد بأن الدول الغربية سوف تسلم أوكرانيا مثل هذه الأسلحة رغم خطورة ما قد ينتج عنها نعم أعتقد ذلك روسيا تتمتع بأسلحة مشابهة وهي تحتل الأراضي الأوكرانية وفيما أتفهم أن في التصريحات الروسية عنصر يرتبط بالرادة وأن العقيدة الروسية تتعلق بحدود مفروضة على استخدام السلح النووي وذلك يحدث فقط في حال الرد وروسيا بالطبع ترخبه بتفادي النزاع النووي لكن الواقع هو أنها تحتل أربع مناطق في أوكرانيا وكذلك القرم لذلك يحق الأوكرانيا أن تدفع نفسها وأن تستعيد هذه الأراضي ولكن ما يحدث الآن هو أن نشهد على وعود بتقديم صواريخ يصل مدىها إلى 100 ميل وليس مجرد 50 ميلا وهذا من شأنه أن يسمح للأوكرانيين بأن يصلوا إلى مختلف المناطق في دونباس أي الأراضي الأوكرانية المختلة والوصول إلى ما هو خلف خطوط الإمداد الروسية صحيح إذن أن الأوكرانيين يرغبون باستعادة القرم وهذا حقهم بموجب القنون الدولي وذلك مدعوم لدني 100 دولة في المن المتحدة ولا وجود لدول كثيرة تدعم الموقف الروسيحية للقرم أو حيال النساء لكن الحرب هي مأساة حقيقية والمدنيون من الطرفين لابد أن يكون بمنعنا هذه دكتور لورانس نستمع للتصريحات من العواصم الغربية حول إمداد السلاح لأوكرانيا الدبابات ليوبارت وأبرامز الصواريخ جافلين وغيرها القنابل وراجمات الصواريخ وغير ذلك من الأمور لكن دكتور عندما ندقق في هذه التصريحات والتفاصيل نجد أن التصريحات تختلف هناك اختلاف بين الإعلان عن إرسال الأسلحة وبين كيفية إرسال الأسلحة والمدة الزمنية وغيرها على سبيل مثال موضوع الدبابات التي لن تصل قبل عدة أشهر دبابات الأمريكية موضوع البعيدة المدى هي مجرد وعود تطلق وأننا سوف نسلم هل تعتقد دكتور لورانس بأن العواصم الغربية تتحدث أكثر مما تفعل؟ لا لقد التزمت بمعظم وعودها من الصابع على مئة بلد أن يواشه دولة واحدة على المستوى ديبلوماسي أوكرانيا تحاول عن دفاع نفسها والغرب يرى أن أوكرانيا تدفع عن أوروبا وعن القيم الأوروبية لأن المساعي الروسية الإمبريالية لا تتوافق قوى القرن 2021 لا نتحدث بكفاية الأسلحة الروسية وكيف أن إيران وكوريا الشمالية ترسل الأسلحة إلى روسيا لعدم وشد صحفة حرة في روسيا وإن كنا بالطبع أن نتحدث باستفادة عن الأسلحة والوعود الغربية بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لأن الأمر موجود في الحيز العام وسنشهد على نقاش واسح حول متى ستصل هذه الأسلحة دبابات ليوبولد الألمانية وكذلك دبابات أمريكية نظر لوجود الكثير من الصعوبات البيروقراطية مثلا الدبابات من طراز أبرهام الموجودة حاليا قد تصل إلى أوكرانيا بعد شهر أو شهرين لكن إذا ما كان لنا ننتظر تصنيع دبابات جديدة سنحتاج إلى سنة تقريبا هذا أمر يتعلق بطبيعة الحرب وليس بالوعود التي يتم نكس بها والأمر يتعلق فقط بطبيعة وجود حرب في بلد آخر نساء لمساعدته لدفاع عن نفسه ثم جهة اجتياح خارجي ولا وجودة لبلد من واحد يتمتع بمسؤولية مطلقة لمساعدة أوكرانيا لذلك نرى أن العشرات من البلدان مدهوئة لمساعدة أوكرانيا ولذلك يتطلب الأمر جهدا كبين على مستوى تنصيق بلد هذه البلدان والحقيقة هي أن احتمالات استعادة أوكرانيا كامل أراضيها من روسيا هي احتمالات طائلة لكن ربما بمزيد من الأسلحات تتمكن أوكرانيا من دحر روسيا إلى خلف حدود عام 2021 شباط فبراية هذا سيشكل تحسين مقارنة مع الوضع حالي حيث يموت مدنيون أوكرانيون كثر في حرب لا حاجة لها بدأتها روسيا نتيجة عدواتها مع حلفهم الأطلسي وتقدمه نحو المنطقة الروسية لكن لم يكن الحاجة لحصول حرب لمعالجة هذا الأمر طيب أريد أن أسمع رأي الدكتور بيجاموف في هذه الآراء دكتور بيجاموف الغرب والدول الغربية تساعد أوكرانيا والوعود تتحقق ليست كما تقول كثير من التقارير أو الانتقادات بأن هناك نوع من التلك أو التردد في دعم أوكرانيا رغم أنه حتى راجمات هيمارس التي ربما أشار إليها الضيف التي سيكون مدها 150 كم حتى هذه حسب رواية البنتاجون فإنها تحتاج إلى عدة أشهر حتى تصل وتكون في الخدمة لكن بكل الأحوال دكتور بيجاموف كيف تنظر إلى هذا الدعم السخي من الدول الأوروبية لأوكرانيا وألا تعتقد بأنه سيكون سيحقق تعادل أو سوف يحقق لي الأوكرانيين القدرة على مواصلة القتال من أخدة الإختراءات للفكرة السياسية الأمريكية هو فكرة التصعيد من أجل خفض التصعيد مستقبلا يعني هما يقولون أنهم يريدون إرسال مزيد من الأسلخة لأوكرانيا لتقوياتها ولتعزيسها ولإجبار روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات والمفاوضات كانت كما تعرفون وروسيا جاهزة دائماً للمفاوضات وكل مرة يتم مزيد من دعم الأوكرانيا بالأسلخة وغيرها من الوعود الحرب تستمر وروسيا ستختال على أراضي أوكرانية جديدة وسيتم قدم جميع هذه الأراضي لأن الموقف التفاوضي الروسي هو في الحقيقة يتعزز على رغم من التسريخات الجانب الأوكراني هذا أولاً ثانياً فيما يتعلق هذه الأسلخة مثلاً كانت هناك هيمارس من هيمارس لانتقلوا علىنا لجي إل إس دي بي يعني القنابل القطر الصغير ومدامية وخمسين كيلومتر هذه القنابل جي إل إس دي بي يتم تركيبها على صواريخ الرجمات هيمارس بالزابط بالزابط بحيث يتم استخدامها مستقبلاً وهي أولاً رخيصة لأن يأخذون محركات السواريخ من السواريخ القديمة ثم يستخدمون هذا النظام يعني قنبلة صغيرة القطر يمكن أن تصلوا في هذه الحالة هناك ردو تسكرية بسيطة يمكن إرجاع أنظمة الدفاع الروسي إلى الوراء وأيضاً استخدام بعض الأسليب وعلى فكرة بانسر اس ويم ونظام طور يعني هناك الفكرة الموجودة لمحاربة مثل هذه الأحداث في حال إذا ما استطعت مناورة ومناورة هناك صابة يعني لكل السلاح هناك سيكون الرد الروسي وتعطي هذه الأسلحة حلفاً لحيمارس لأن الروس تاود حلال هذه الأشهر بمحاربة حيمارس وأنظمة حيمارس والأهم شيء الذي أود أن أشير عليه هو الفكرة ليست في التلكوة أو في تأخر أو في تناقضات الحلف الغربي بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في الحقيقة هناك في الواقع استنفذت ترسانات الأسلحة السوفيتية القديمة موجودة هناك ولا توجد الترسانة الكافية لدي الولايات المتحدة وأيضاً دول أخرى وهناك صوبات اللوجستية وغيرها ولذلك في مصلحة الغرب في الحقيقة الآن إطالة أمت إرسال هذه المصادات بحيث تكون حزمة شاملة بالفل فلذلك هم يقولون لكيف لا داعي لبدي هجوم الآن انتظروا حتى يتصلوا جميع الأسلحة الموجودة إليكم وفي المقابل طبعاً الجيش الروسي أيضاً يستعد ويأخذ في أين الاغتبار كل هذه الاختمالات التي موجودة لأن هناك دكتور بيجامو في حديث عن هجوم الربيع المرتقب يعني التقارير الغربية تصريحات الأمريكية تقول بأن روسيا تستعد خلال الأسبوع المقبلة لهجوم كبير وواسع بينما روسيا كذلك تقول بأن الولايات المتحدة تعد لهجوم الربيع الكبير كذلك عبر إرسال وتجهيز هذه الأسلحة المتطورة مشاهدين الكرام سأعرض لكم كذلك بعض المعلومات حول الصورة الحالية التي نتحدث عنها في العلاقة بين روسيا والأطلسي تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن استمرار أوكرانيا والغرب في التصعيد سيدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي رمته موسكو بقوة على الطاولة مجددا ومع تصاعد وطيرة تسليح كيف بأكثر الأسلحة تطورا يبدو أن الصراع في أوكرانيا وعليها وحولها قد بلغ مرحلة جديدة أكثر خطورة موافقات على المزيد من الحزن بمليارات الدولارات للدعم العسكري لأوكرانيا من الولايات المتحدة وأوروبا تتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي من العاصمة كيف دعمه لأوكرانيا مع وعود بأن مستقبلها هو مع الاتحاد الأوروبي ومع تشديد المفوضية الأوروبية على قمة كيف على أن قمة كيف تحمل دلالات قوية بشأن دعم الدول الأعضاء لكيف في وجهما وصفته بالعدوان غير المبرر لروسيا في المقابل جاء رد الروسي تجديدا لقناعة موسكو بأن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق ما سيخيب آمال المجتمعين في القمة وتأكيدا على فشل قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء برغم استثمار كافة وسائلها السياسية والمالية والعسكرية على الجبهات الأوكرانية في منع قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب مع التشديد على أن بيان قمة كيف يتعارض مع المبادئ التي يروج لها الاتحاد الأوروبي يأتي ذلك وسط تقدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بأن تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة جدا في تحديد النتيجة النهائية للحرب بالتوازي مع تأكيد الخارجية الأمريكية ضرورة أن تسيطر أوكرانيا على أجوائها مع إفادة تقديرات استخباراتية غربية بأن موسكو قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق كما حدث في بداية العملية أريد أن أسأل ضيفنا من واشنطن حول التقديرات الأمريكية لوكادة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز يقول لدينا ستة أشهر حاسمة سنعرف من خلالها كيف ستكون نتائج هذه الحرب هل توافقه الرأي؟ ليس بالضرورة توجد سيناريوهات حيث تتقدم الحرب بطريقة سريعة وفي سيناريوهات معينة قد تكون الأشهر الستة حاسمة وكما قالها الضيف ربما نشهد على تبدل في وشاة الحرب وتضوم لأكثر من ساعتين أو ثلاثة ليس من السهل إلى هذا الحد أن نتنبأ بالمستقبل لكن بالنسبة إلى محللي أسياني الذين قدموا هذا التقرير إلى بيرنز فحجاتهم تقضي بأن أمامنا نافذة من ستة إلى سبعة أشهر لإيصال ما يكفي من الأسلحة إلى أكران لقلب الميزان قبل أن تقوم روسيا بإعادة تعبئة قواتها على مستوى جنود وإخراج المدانين من السجوم من بلاروسيا إلى خره لأن العديد غير كاف وذلك بعد هجومها المرتقب في الربيع وإيصال الأسلحة والمخزون المطلوب لذلك يرى الخبراء أن هذه المدة من ستة إلى ثمانية أشهر ستكون حاسمة على هذا المستوى ولأطاء أوكرانيا نافذة تتقدم خلالها لكي تتمكن من تحقيق ربما تقدم متساوي مع روسيا لتيسير الطريق أمام التفاوض ونتحدث في الواقع عن تسويات مستدامة وتسوية غير مستدامة فهي من التسويات المستدامة مثلا العودة إلى تسويات قائمة على حدود عام 2014 وتلك غير مستدامة هي التي تتحدث عن حدود عام 2021 فمن الأفضل أن نقدم تنازلا عن شيء ما ولا تنزل عن كل الأشياء وقد أجبرت روسيا كذلك أوكرانيا على تخلي عن أسلحتها أنوية لقالم لكن روسيا قد انتهكت هذا التفاهم ولذلك أعتقد أنه لا يحق لروسيا أن تقول قد نقدم على استخدام الأسلحة النووية في حين أن أوكرانيا التي كانت تمتلك الأسلحة النووية قامت بالاستغناء عنها كي لا تواجه هكذا تهديدات لكنها تحصل اليوم لذلك لا يمكن أن نتوقع أن تقبل أوكرانيا هزيمة بالشروط الروسية وبالنسبة إلى أوكرانيا من المهم لها أن تعود إلى الوضراهن بحكم أو لعام 2014 وربما لاتفاق منسك وبرأي هذه هي التسوية التي ستكون مستدامة وليست تلك التسوية غير المستدامة التي تكافي روسيا دكتور بيجاموف استمعت إلى دكتور لورانس حول حدود أي تفاوض أو تسوية ممكنة للنزاع للحرب في أوكرانيا مدفيدف يقول أن واشنطن غير آبها أو مهتمة بإنهاء الأزمة وأن باستطاعتها إنهاء الصراع بإشارة واحدة منها عبر أمرها لأتباعها المخدرين بالجلوس على طاولة المفاوضات يعني مدفيدف مقتنع بأن الإدارة الأمريكية تريد إطالة أمد الصراع وأنها إذا أرادت التفاوض تستطيع أن تفعل ذلك حاليا هل تعتقد دكتور بيجاموف أن ذلك صحيح؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية تطيل أمد الصراع وأريد أن أخذ رأيك بحدود التسوية ضيفي قال كلاما هاما جدا قال يمكن قبول التسوية في حدود 2014 لكن لن يتم قبولها على الحدود التي رسمت بالسيطرة طبعا بالنار عام 2021 مالسف شديد دكتور لورنس يبدو أنه منحاس لأنه لا يرى في جزر هذا الصراع وأيضا عندما يتحدث عن الأسلحة النووية والأوكرانيا كانت دولة نووية أوكرانيا لم تكن أبدا دولة نووية جميع الجمهوريات السويتية السابقة خيث كانت هناك النووي تخلت عن هذا السلاح النووي وسلمت إلى روسيا روسيا أخذت على تيكها كل ديون روسيا دفعت ميات من المليارات مقابل موافقة أوكرانيا على إرسال هذه الأسلحة هناك مذكرة في بودابيشت كل هذه الأمور موجودة وهناك القانون الدولي الذي يستطيع أن يخسم بسهولة من هو محق في هذه المشكلة إذن أعتقد أن كل هذا الذباب الإعلامي البروباغندي هولا الأسلحة النووية ربما الولايات المتحدة تريد أغطاء أوكرانيا ومنحها خق استخدام الأسلحة هو ليس كذلك ولكن في نوس الوقت هذا لم يكن مبررا للإنقلاب في أوكرانيا هذا لن يكن مبررا لقمع السكان النطقين باللغة الروسية لقمع الأقاليم خصوصية الأقاليم الجميع يعرفون كيف أحداث 2014 لم تكن روسيا ضد استقلال أوكرانيا ما دامت أوكرانيا لا تشكل تهديدا لروسيا أو خطرا وجوديا يعني عندما الأرض التي تعتبر مقدسة بنسبة إلى الروس عندما هناك التاريخ المشترك وكيف أولى على واصم الروسية ويعطي من وراء الأطلسي المتدخل الأجنبي ويخكم بين الأخوة يعني هذا الشغل العائلي إذا صح التعبير هذا طبعا روسيا لا توافق ولذلك هو في درجة الأولى سكان القرم لكن لماذا دكتور كانت عندهم مشاكل وسكان الدهباس ما هي مبررات واشنطن والفائدة التي تحصل عليها من وراء إطالة أمد الحرب كما يقول مدفيدف بسيطة جدا دون رجوع إلى مدفيدف نويد إلى فانكم كل التاريخ السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة الولايات المتحدة جيو سياسيا موجودة بين المحيطين بعيدة أن مصرخ العمليات لم تكن حروب منذ بات زمن بعيد في أمريكا التصنيع الأسكري الأمريكي سيشتغل سيستفدون قضوا على منافسهم في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وأوكرانيا من الآخر الناس يعملون فلوس نعم الحرب مستمرة دكتور لورانس لأن واشنطن غير متضررة من هذه الحرب من يدفع الثمن هم الأوروبيون والأوكرانيون من الاقتصاد ومن الأمن والولايات المتحدة تجلس بعيدا بل وتستفيد من خلال بيع الأسلحة وبيع الغاز بأسعار مضاعفة للأوروبيين بعد قطعهم الروسيا وقطع نورد ستريم 1 و 2 أو 2 لكن أسبع وجهة نظرك دكتور لورانس الولايات المتحدة ليست متضررة من استمرار الحرب لذلك لن يكون هناك مفاوضات تقيم على سؤالكم بطبع واشنطن لا تريد إطالة هذه الحرب ولا تريد روسيا أو أمريكا أن ترى أسعار الغاز ترتفع فهذا يخنق العالم ويدوم الاقتصادية ولكن ذلك تسبب به روسيا وعدوانها أسوة بأزمة الغذاء ومرحلة التضخم التي يعيشها العالم الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قويا ولم تعمل يوما ضد الاتحاد الأوروبي وهي في الواقع سعيدة لترى الآن أن الاتحاد الأوروبي بدأ يهتم أكثر بشأن أمنه وإنفاق المال على أمنه ما كان يشكل تهديدا مستمرا في السابق لكن الرئاسة الأمريكية لطالما أكدت على حاجتها إلى أوروبا أقوى ونرى كيف أن مثلا بعض الدول في التحاد الأوروبي باتت متمة بالانضمام إلى الحلف لأنها تيقنت كم أن روسيا باتت خطيرة كما لم تتيقن يوما ولكن على كل إنهاء هذه الحرب يعتمد على فهم روسيا بأنها لن تفوز بسرقة الأراضي ولو كانت مهمتها الفعلية مساعدة الأقليات روسيا لما قامت بمهاجمة كيف لما قصفت المناطق حتى الحدود مع بولندا لما تقوم مثلا بشيطانة المواطنين الأوكرانيين الذين يقولون أنهم مواطنون أشقاء ويتحدث معظمهم روسيا ولكن معظم هؤلاء يدعمون زينينسكي في مواجهة روسيا هذه ذراع وهذه حملة ترويجية ليس أكثر وفي نهاية المطاف فوكرانيا ستحقق الحرية التي ترتعيها أكبرنا الأمر يتعلق بـ 80% 90% أو 70% من الأراضي سنصل يوما ما إلى المحادثات ونأمل أن يتوقف الروس وأن يلكوا جرحهم وأن تطيب الجرح مع الوقت لكن أن نبدأ عهدا جديدا لكن هذه الحرب قد بدأتها روسيا ووحدها روسيا قادرة على أنهائها لكن يمكن الأوكرانيين أن يسرعوا وطيرة أنهاء هذه الحرب من خلال إفهام روسيا بأنه لا يمكن لها أن تسرق الأراضي وأن تقتل المواطنين الأوكراني دكتور رولاند بيجاموف نقطة أخيرة قبل أن نهي هذا النقاش حول موضوع الهجوم الكبير يعني لروسيا التقارير تقول بأن روسيا ليست تقارير أيضا تصريحات رسمية تقول أن روسيا تصريحات رسمية غربية تقول أن روسيا تستعد خلال الأسابيع المقبلة لشن هجوم واسع وكبير داخل أوكرانيا بينما روسيا وتقارير تحذر من هجوم الربيع الذي سوف تعمل من خلاله القوات الأوكرانية على كسر الميزان العسكري في الميدان كما يقولون دكتور بيجاموف هل هذه الأنباء كلها أنباء واقعية بتقديرك طبعا ليست كل الأنباء الواقعية ولكن الشيء الوحيد نستطيع أن نشير إليه هو بالفعل روسيا الآن لديها المبادرة الاستراتيجية قبل ذلك بعد النكسة في خركيف وغيرها من المناطق بعد الانسحاب الروسي من خرصون وغيرها من الأمور التي خدست في الجبحة كان هناك الخديث أنه فيه خلال شهر أو شهرين سيتم تخرير كامل أراضي أوكرانيا في خدود 1991 كما تفضل ديفكم ولكن لم يخدث ذلك من ذلك هناك في كل جبحة هناك التقدم الروسي ولكن هذا لا يعني أنه هناك احتمال هجوم الروسي الكبير هذا الهجوم يتحدثون أنه في أوكرانيا ربما لضخ مزيد من المال لنظام كيف وضخ مزيد من الأسلحة وغيرها من المخاوف ولكن في الحقيقة لدي الروس حوالي شهر شهرين لتنفيذ جميع الاستخراقات على أرض المعركة لأن الأوكرانيون أيضا يقاومون ولديهم خمسة أو ستة موجات من التعبئة أشكرك دكتور رولالد بيجاموف الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا بباشرة من موسكو دكتور وليام لورانس أستاذ العلم السياسية في الجامعة الأمريكية من واشنطن كنت معنا كذلك من واشنطن شكرا جزيلا لك مشاهدين فاصل قصير بعده نكمل في المسائية زيارة وجودة وزير خارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى أمريكا اللاتينية وما سبقها من لقاءات هنا في المنطقة فاصل ونعودها مجددا حياكم الله دعوة إلى ضرورة متابعة برامج التعاون أثنائي بين فانزويلا وإيران بشكل أسرع وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية أطلقها الرئيس الفانزويلي نيكولو أسمادورو ورأى مدورو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان فرصة سانحة لتطوير هذه العلاقات في مجالات مختلفة بما يعود بالفائدة على كلا البلدين من جهته قال أمير عبداللهيان أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفانزويلي إلى إيران كانت نقطة تحول جديدة وكان مدورو قد زار طهران قبل أشهر حيث جرى توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وفانزويلا لمدة عشرين عاما وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الفانزويلي الجديد في طهران ذكر الرئيس أو ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما أعرب عن أمله أن يتخذ السفير الفانزويلي الجديد خطوات عملية لتنفيذها في مؤشرة على الأهمية التي توليها إيران للعلاقات مع فانزويلا حول هذا الموضوع معنا من طهران رئيس تحريري صحيفة إيران دبلوماتيك عماد بشناس سيد عماد حياك الله بداية جولة وحراك كلافت لوزير الخارجية الإيرانية قبل أسبوع كان في بيروت هنا في بيروت دمشق تركيا والعديء والآن في أمريكا اللاتينية ورح زار مصقط وإلى خير لكن اسمح لي أبدأ من فانزويلا هذه العلاقة المميزة بين طهران وفانزويلا ماذا تضيف زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى مسار هذه العلاقات الآن تحياتي لك أستاذ كمال وللمشاهدين الأعزاء في الواقع يعني عمليا نحن نرى حركة نشيطة من الخارجية الإيرانية عملا عمليا كان في أفريقيا في موريتانيا وثم ذهب إلى النكاراكوي واليوم في فانزويلا وثم إلى كوبا وصوف يعود أمير عبداللهيان إلى طهران ليلتحق بالرئيس رئيسي في زيارته المرتقبة إلى الصين عمليا هناك محاولات لإيجاد صيغة للتعامل بين الدول المتضررة إذا ما أردنا أن نقول من العقوبات الأمريكية وإيجاد جبهة للوقوف أمام العقوبات الأمريكية وإمام الغطرس الأمريكية تجاه الدول المختلفة يعني اليوم بات العالم وصل إلى نتيجة أن السياسة الإحادية القطبية التي كانت الولايات المتحدة تحاول فرضها هي سياسة لن تفيد المجتمع الدولي لن تفيد العالم دكتور ألا تتفق معنا بأن أن تكون هناك علاقات جيدة بين إيران وبين دول أمريكا اللاتينية فنزويلا أو كوبا أو نيكاراجوا أو غيرها من الدول وبين أن يكون هناك اتفاقيات استراتيجية بين هذه الدول الأمر مختلف وقد تعتبر الولايات المتحدة بأن إيران تقترب أو تلعب في حديقتها الخلفية لا هذا ليس أمرا مخفيا يعني اليوم الأمريكيون مستؤون جدا من حضور إيران في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة أو ما تسميها الولايات المتحدة حديقتها الخلفية يعني الولايات المتحدة كانت تواجه أي دولة تريد أن يكون لها نفوز في أمريكا اللاتينية حتى الدول المتحالفة معها ونا لا يتكلم فقط عن الدول التي هي على الصراع مع الولايات المتحدة كانت دوما الولايات المتحدة تصارى هذه الدول في فترة الرئيس الأسبق محمود أحمد النجاد والمرحوم شاوز كانت العلاقات الإيرانية الفنزولية تصير غضب الأمريكيين بشكل كبير جدا للأسف خلال فترة حضور حكومة الرئيس الروحاني خفت هذه العلاقات ولكن بعد مجيء الرئيس الرئيسي زادت وتيرت تحسين العلاقات مع فنزولا وباقي دول أمريكا اللاتينية وعاملية نحن رأينا توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي لمدة عشرين عاما وهذا ما كنت أود نسلك عنه دكتور هو الفائدة التي التي تحصل عليها إيران من توقيع اتفاقية استراتيجية مع فنزولا يعني ماذا تضيف الاتفاقية الاستراتيجية مع فنزولا للإيرانيين هي تفيد الجانبين ليس فقط الإيرانيين يعني عمليا اليوم بعد التوقيع على هذه الاتفاقية أنا أعطيك مثالا إيران بدأت سلسلة من صادرات المواد الأولية خاصة الغاز وال المواد التي تحتاجها لفنزولا لتخفيض نسبة غلازة النفط يعني النفط فينزولا هو ثقيل جدا ولا يمكن استخراجه إلا عبر ضخ الغاز ومواد مثل المازوت لكي يخفف من غلازة هذا النفط واستخراجه وفقط عبر هذا التعاون يعني بعد زيارة مادورو ولحد اليوم الذي نتكلم عن استطاع فينزولا أن تزيد إنتاجها من النفط ما يزيد عن 250 ألف برميل يوميا وهذا ما كانت الولايات المتحدة تتحدى فينزولا لأنها لن تستطيع استخراج النفط هو مؤخرا دكتور عماد موجودة لدى الأمريكيين والأمريكيين مسيطرين كما تعرف الولايات المتحدة الأمريكية دكتور عماد حاولت أن تصحح بعض الأخطاء وتخفف بعض الضغط عن الرئيس مدورو أو شفت ماذا حل بخوانجويدو والمعارضة الفنزولية التي تخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل يعني تحسين العلاقات مع الرئيس مدورو ومع فنزولا بهدف يتعلق بالنفط وغير ذلك وريد أن نعرض المزيد حول الحراك الدبلوماسي الإيراني الدكتور عماد ومشاهدين ثم أعود مرة أخرى لأستفسر من ضيفنا العزيز عن هذه الجولات وهذه المباحثات التي أجرتها الدبلوماسية الإيرانية من إيران إلى أمريكا الجنوبية مرورا بإفريقيا جولة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بدأها بموريتانيا حيث بحث سبل تعزيز العلاقات بين طهران وانواكشوت مع الرئيس محمد ويلد الغزواني وكما زار أمير عبداللهيان نيكاراجوا الخميس عقبها بفنزويلا ومن ثم كوبا وهو ما يؤكد أن طهران تعمل على نسج علاقات قوية لكسر العقوبات الأمريكية كما تسعى طهران إلى العمل مع أطراف مختلفين على الانضمام إلى تكتلات سياسية وأخرى اقتصادية تساعد على تحصين الداخل وتعزز قدرتها على المواجهة في الخارج وكل ذلك في ظل الصراع لتغيير موازين القوى في العالم سيد أبشناس موضوع طبعا تختلف الموضوعات عند زيارة الحراك الدبلوماسي الإيراني في المنطقة ومن منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لكن التكثيف في الحراك الخارجي الإيراني بشكل عام ما هو ما هو فلسفته ما هو مغزى وهل فعلا هو جاء بعد تمكن إيران من الخروج من مصيدة دعني أسميها خروج من مرحلة الاضطرابات الداخلية التي كان هناك رهان كبير من قبل الولايات المتحدة وشركائها عليها هل هذا مرتبط بذاك وما هي فلسفة هذا الحراك المكثف الإيراني في الخارج يعني في الواقع كمال هذا الموضوع يعني تحرك إيران الدولي غير مرتبط بالاحتجاجات التي حصلت في إيران يعني عمليا كانت الولايات المتحدة وحلفائها تريد فرض نوع من العزلة الدولية على إيران ولكن اليوم استطعت إيران كسر هذه العزلة وهنا لدينا في الداخل الإيراني توجهين توجه يتصور أنه يعني بفتح العلاقات مع الدول الغربية والأمريكية والولايات المتحدة والغرب يعني يمكن يمكن حل مشاكل إيران الداخلية يعني الاقتصادية ولكن هناك توجه آخر الذي يعني يعتبر أن العلاقات الإيرانية مع الشرق ومع الدول التي هي ليست متحالفة مع الولايات المتحدة خارج الفضاء الأمريكي أكون معارضة للولايات المتحدة هي تفيد إيران أكثر وعمليا نحن إذا ما حتى وقعنا على الاتفاق النووي إيران سوف تصبح مستوردة للبضائع الغربية يعني الأوروبيين لن يستوردوا البضاعة الإيرانية عدا عن النفط يعني والسجاد يعني بعض البضاعة المحدودة الأوروبي والأمريكي لن يستورد باقي البضاعة الإيرانية في حين مثلا نحن اليوم نصدر البضاعة إلى الدول الشرقية يعني روسيا الصين الهند آسيا الشرقية أفريقيا وأمريكا اللاتينية يستوردون البضاعة منا يعني كل ما يدخل إيران اليوم باتا من تصدير هذه البضاعة يعني عندما نتكلم هنا أعطيك مثالا اليوم هناك يعني جدل حول الإفراج عن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها بعد خروج الأولايات المتحدة من الاتفاق الناوي وهنا يتكلمون عن حوالي 180 مليار دولار يعني تصور أنه بعد عام 2015 ولحد الآن على الرغم من العقوبات هناك إيران صدرت بضائع لدرجة أنهم استطاعوا أن يجدوا 180 مليار دولار ويجمدوها لإيران يعني حجم كبير من هذه الأموال وصلت إلى إيران ولكن 180 مليار دولار تم إيقافها في إذا ما أردنا أن نقول في المنافذ وعمليا كيف إيران استطعت تخطي العقوبات استطعت تخطيها عبر تصدير بضاعة غير نفطية اليوم مثلا فنزول تستورد السيارات الإيرانية اليوم البضاعة الإيرانية يعني إصبحت فنزولا اليوم مركز لإعادة تصدير البضاعة الإيرانية ترسل البضاعة إلى فنزولا ومن هناك إلى أمريكا اللاتينية وخاصة أنا أتصور إلى باقي دول أمريكا اللاتينية واليوم باتت أمريكا اللاتينية من أكبر مستوردي البضاعة الإيرانية وطبعا إيران تستورد أيضا منهم البضاعة مثلا البرازيل مثلا اللحم وبضاءة أخرى نحن نستوردها منهم ولكننا نستوردها مقابل تصدير البضاءة لهم وخاصة اليوم مع مجيد يعني ما تتفضل به حقيقة مهم وقد يكاد يكون الرأي العام العربي حتى أنا نسمع لأول مرة تعرف الرأي وسائل الإعلام العربية غالبتها يتحدث عن إيران من زاوية واحدة لكن فعلا هذه المجالات مفيد الحديث بها دكتور عماد إذا كان يمكن التكهن أو حتى معرفة أسباب الزيارات التي قام بها سيد أمير عبداللهيان ربما إلى مصقة تتعلق بالاتفاق النووي إلى أمريكا اللاتينية التعاون الاقتصادي والبحث عن الفضاءات خارج الهيمنة الأمريكية والآخرين موضوع موريتانيا دكتور عماد ما هو الأسر أو ما هو وجه التعاون بين إيران وموريتانيا ولماذا اختار وزير الخارجية أو الدبلوماسية الإيرانية اختارت موريتانيا تحديدا يعني كما قلت لك أفريقيا هي أحد من الصوردي البضاعة الإيرانية وطبعا موريتانيا أيضا تتعاون مع إيران في هذا المجال ونريد أن نزيد هذا التعاون إيران تبحث عن جميع المجالات لتصدير بضاعة غير مفضية وعمليا كما قلت لك يعني اليوم في موريتانيا يعني دكتور عماد الشق الاقتصادي مع موريتانيا فقط موضوع الاقتصاد والتبادل التجاري الشق الاقتصادي هو الأولوية اليوم بالنسبة لإيران عادة عن موضوع الشق السياسي وإنجاد صيغة من التعامل بين أو إذا ما أردنا أن نقول سلسلة دول تتعاون مع بعضها البعض عبر الأملاد المحلية يعني اليوم إيران دخلت البريكس دخلت منظمة شانكهاي اليوم إيران دخلت إلى أمريكا اللاتينية تتعاون مع دول خاصة اليوم مع مجيء السيد لولادا سيلفا في برازيل فتحت أفاق جديدة في العلاقة برازيلية الإيرانية دكتور عماد أريد أن أعتذر منك سوف تفتح أفاق جديدة حتى مع البرازيل الوقت انتهى دكتور عماد أبشناس رئيس تحرية صحيفة إيران دبلوماتيك كنت معنا مباشرة من طهران البسائية انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة